حياكم الله مع حلقة جديدة من حلقات التدريب للاستعداد لاختبار القدرات المحوسب الأسئلة الكمية الجديدة المحدثة وصلنا الآن إلى النموذج الرابع عشر القسم الأخير القسم الرابع مع هذا السؤال القوي من أسئلة الجبر بولقارن بين القيمة الأولى سين زايد صاد الكل تربيع وهنا هذا المقدار الثلاثي طبعا تعرفين لما أقول سين زايد صاد الكل تربيع وأفكها هذه بتطلع ثلاث حدود الأول تربيع اللي هو سين تربيع زايد اثنين حاصل الضرب يعني اثنين سين ضرب صاد زايد الصاد تربيع قارن بين القيمة الأولى والقيمة الثانية هتلاقوا نفس الشيء كأنها مفكوك هذا المقدار يعني القيمتان متساويتان وأخطار جيم سؤال قوي على المسافة والسرعة والزمن بيقول هنا قطار يسير واحد كيلو متر في دقيقة وعشرين ثانية فإذا كانت رحلته من المدينة ألف إلى المدينة باء تستغرق ساعة كاملة فما المسافة بين المدينتين تعني نوضح السؤال هو بيقول هذا القطار بيقطع واحد كيلو متر في دقيقة وعشرين ثانية عارفين العشرين ثانية بالنسبة للدقيقة تعتبر الثلث يعني الواحد كيلو متر في واحد وثلث دقيقة فهو بيقول أن الرحلة استغرقت ساعة كاملة ساعة كاملة يعني ستين دقيقة وطالب مني المسافة طبعا ألمح من الخيارات الآن من القيمة اللي عندي اللي تكون مرة وثلث يعطينا الستين طبعا أكيد هذه قطة صغيرة جدا وهذه النصف تماما كمان صغيرة الجواب ياربع واربعين يخمسة واربعين طبعا الجواب المتوقع هو خمسة واربعين كيلو متر ليش؟ لأن خمسة واربعين وزود عليها ثلث الخمسة واربعين يعني خمستاش هيعطينا ستين دقيقة فعلا دال الجواب الصحيح مع هذا السؤال القوي والمتكرر للفكرة في أكثر من نموذج بل إذا كان ثلاثة سين بيساوي سبعة وسبعة صاد بتساوي ثلاثة فما قيمة سين ضرب صاد طبعا عارف أنتوا حفظين هذا السؤال وعلى طول لما يجي الشكل ده اللي هو بالتناوب هكذا بتقولوا الجواب واحد صح؟ طب تعالى نقولوا ليش الجواب واحد هو بيقول في السؤال إن ثلاثة مضروبة في سين بتساوي كام؟ بتساوي سبعة طيب إيه رأيكم في المقدار الثاني؟ بيقول سبعة صاد بتساوي ثلاثة يعني ممكن أشيل الثلاثة دي شايفين الثلاثة هذه؟ وعوض بقيمتها اللي هي دي اللي في المعادلة الثانية شيل الثلاثة خالص وخلها إيه؟ وخلها سبعة صاد يبقى سبعة صاد اللي هي قيمة الثلاثة مضروبة في سين كل هذا يساوي سبعة يعني الجزء الأول هنا اللي هو سبعة سين صاد هيساوي سبعة لما جسم هنا على السبعة وجسم هنا على السبعة هيطلع عندي سين ضرب صاد اللي هي المطلوبة ويطلع عندي الجواب كام؟ الجواب واحد وأخطار جيم مع هذا السؤال السهل والجميل بيقول هنا إذا كان ثمانية صاد ناقص واحد يساوي أربعة سين ناقص اثنين أوجد قيمة هذا المقضاء طبعا زي ما انت شايفين أنا بلمح الآن المعطيات وعلاقتها بالمطلوب شايفين المطلوب وعايز أربعة صاد ومعاها سالب اثنين سين طيب إيه رأيكم الآن نود السين مع الصاد يعني أقول كده المعدلة تبقى ثمانية صاد وأجيب الأربعة هنا في الجهة اليمين تبقى ناقص أربعة سين وأود الواحد هنا سالب واحد الجهة الثانية تبقى سالب اثنين ومعاها موجب واحد يعني سالب واحد لكن اللحظة يا شباب هو عايز أربعة صاد مو بالثمانية وعايز اثنين سين وهنا أربعة يعني معنى ذلك أقسم على كام أقسم على اثنين كلامكم صحيح لما أقسم هذه على الاثنين يعطينا أربعة صاد وما أقسم هذه على الاثنين يعطينا اثنين سين وأقسم هذه على الاثنين يطلع الجواب سالب نصف وأختار باء نقوم في الفيديو ثواني لحل هذا السؤال السهل ولذا كان ألف تكعيب نقص 8 يساوي صفر وبقى تربيع نقص 4 يساوي صفر وجيم نقص 8 يساوي صفر طالب مني قيمة ألف زائد بق زائد جيم وهو بيقول أن ألف وبق وجيم أعداد طبيعي يعني إيش أعداد طبيعية الأعداد الطبيعية اللي هي الـ N مجموعة الأعداد الـ N اللي هي Natural Numbers اللي هي مجموعة الأعداد اللي هي 1 و 2 و 3 المجابات مع عدد صفر تمام فأنا باجي هنا على المعدلة الأولى هذه أقول أن ألف تكعيب ألف استثلاثة أود الثمانية الجهة الثانية هتساوي موجب ثمانية أعمل جذر تكعيبي للطرفين يبقى ألف بس هتساوي الجذر التكعيبي إلى ثمانية هتساوي ثنين قيمة الألف تساوي ثنين نفس الطريقة للباق أروح كده أقول أني باق تربيع وأود الأربعة الجهة الثانية تروح بإشارة مخلفة يبقى موجب أربعة هنا باق المفروض تطلع موجب أو سالب ثنين تمام بس عشان هنا أعداد موجبة طبيعية فأخلاص ألغي تسالب إبقى باق بتساوي ثنين بس طب والجيم أود برضو الثمانية الجهة الثانية يعني الجيم تساوي موجب ثمانية كل حاجة عندي الآن الآلف باثنين أجمحها الباق لياثنين وعلى الجيم ثمانية يطلع الجواب اثناش وأخطار باق سؤال سهل وجميل بيقول قارن بين القيمة الأولى واحد على ثلاثة تكعيب ضرب سبعة وهنا واحد على ثلاثة تربيع ضرب تسعة عارفين طبعا الثلاثة تكعيب مشهورة اللي هي سبعة وعشرين واخروها مع السبعة وعشرين هذه أم بعد التبسيط تطلع واحد وهذه تطلع تسعة بعد التبسيط يطلع كمان واحد القيمتان نفس بعض وأخطار جيم سؤال كمان سهل وجميل بيقول ما قيمة المقدار عارفين طبعا يا شباب الأس هذا بيتوزع في حالة الضرب يعني أوزعه كده يبقى ثلاثة أس ثلاثة وباء هنا اثنين أضربها في الثلاثة آه لما أوزع الأس يا شباب على الأس ينضرب بعض ثلاثة أس ثلاثة يعني سبعة وعشرين وباء أس ستة واضح الآن أن الجواب هو دال وقفوا الفيديو ثواني لحل هذا السؤال القوي على نظرية فيثاغورس بقول من الشكل المجاور مع قيمة سين ضرب صاد طبعا هنا زي ما انتم شايفين معطيني مثلث قائم الزاوية وهنا الضلع اثنين وهنا سين ناجس صاد وهنا سين زائد صاد طبعا مش ممكن الآن أشتغل في أي طريقة إلا أطبق نظرية فيثاغورس إيش نظرية فيثاغورس؟ كنت بتقول لو هذا الوطر سي وهذا ايه وهذا بي كانت المعدلة المشهورة إن سي تربيع بتسوي ايه تربيع زائد البي تربيع يعني أربع الضلع ده أقول سين زائد صاد لكل تربيع يساوي هذا الضلع تربيع اللي هو أربعة وهذا تربيع اللي هو سين ناجس صاد لكل تربيع وأعمل عملية فك خلي بالكم إن هذا بيطلع لمقدار ثلاثي مربع كامل فاكرينه اللي هو الأولى تربيع يعني سين تربيع زائد اثنين حاصل الضرب زائد الصاد تربيع كل هذا هيساوي أربعة نفس الطريقة هنا أفكك هذول يبقى سين تربيع بس هنا سالب اثنين سين صاد لأن الإشارة السالبة في الوسط وهنا زائد صاد تربيع لحظوا كده في عملية التبسيط هنا سين تربيع بالموجب وهنا سين تربيع بالموجب في الطرف الثاني لما يروحوا مع بعض يبقى صفر وساط تربيع بالموجب وساط تربيع هنا موجب كمان لما يروح واحدة للثانية يبقى صفر باجى عندي إيه هنا اثنين سين تربيع وتجيلها هذه السالبة تجيلها جنبها بالموجب يبقى أنا عندي الآن أربعة سين صاد هتساوي أربعة قسم على الأربعة في الطرفين يعني سين صاد هتساوي واحد وأخطار ألف سؤال جميل ومتكرر هذا السؤال موجود من زمان في اختبارات القياس والقدرات بول اشترت مريم فستانا من الانترنت ودفعت 2100 ريال وكان الشراء من الانترنت بزيادة 5% من السعر الاصلي اوجد السعر الاصلي الفستان طبعا في خطأ هنا الطلاب ياخدر الرجم ده لو 2100 ويروح يجيبه منه 5% لا طبعا غير صحيح لان هذا الرجم يعتبر السعر الاصلي وعليه الزيادة ليه 5% احلى شي عندي ان اجرب تمام هحلا بطريكتين الان اول شي المبلغ الاصلي لما اضيف عليه 5% يعطينا هذا اكيد مش اجرب في هذه لانه يطلع ال5% فيها كسر واكيد مش في هذه لانه هذه صغيرة تمام لانه زادة 5% طلعت 2100 يعني اجرب واحدة من هدوك تعال اجرب مع بعض كده في ال2000 ريال لو انا قلت مبلغ الفستان 2000 ريال وجبت الان 5% يعني 5 على 100 تمام اقدر هنا اشيط صفرين مع صفرين واضرب العشرين في 5 ديناميت ريال يعني لو كان الفستان يا شباب ب2000 ريال هيزيد مصاريف شحن اللي هي عبارة عن 100 ريال هيطلع الجواب 2100 وكده الحل ضبط معي طبعا انا حافظ الجواب وعارف ان الجواب اصلا 2000 طيب فيه طريقة ثانية صعبة شوية لكن برضو مهمة ان الـ 2100 هذول هذا يمثل 105% لانه يعتبر السعر الاصلي وعليه الـ 5% اللي هي هذه الرسوم الشحن او الشراء من انترنت طبعا انا اجيب المية بالمية اعمل ايش اه ممكن اجسم هنا على الثلاثة وعلى شيء او على الخمسة ممكن اجسم هذه على الثلاثة فيها السبعة يبقى 700 ريال واجسم هذه على الثلاثة عشر على الثلاثة فيها الثلاثة وباقي واحد خمستاش على الثلاثة فيها الخمسة يبقى 700 ريال هذي تمثل 35% ايه رأيكم نجسمه كمانا على السبعة ايه على السبعة فيها المية وعلى السبعة فيها الخمسة خمسة في سبعة في خمسة وثلاثين شايفين يا شباب الخمسة بالمئة مئة ريال حطوا هنا صفر صارت خمسين وهنا صفر صارت ألف خمسين بالمئة يعني إيش يعني نصف المبلغ نصف المبلغ ألف ريال يبقى المبلغ كامل ألفين ريال وفعلا الجواب هو جين سؤال قوي جدا وأول مرة يجي في الاختبار بقول إذا كان مجموع خمسة أعداد صحيحة سالبة ومتتالية هو نون فما أكبر هذه الأعداد كنا دايما متعودين يقول مجموعة من الأعداد الموجبة المتتالية أو الزوجية المتتالية وهكذا أو الفردية المتتالية لكن أول مرة يجي فيه الأعداد صحيحة سالبة متتالية هنفرض نفس الفرض أقول العدد السالب الأول هو سين بس هنا بقى الفرض يختلف ليش لأن اللي بعده هو سين ناقص واحد مو بزايد واحد وهنا سين ناقص اثنين وهنا سين ناقص ثلاثة والعدد الأخير هو سين ناقص أربعة كام واحد هذول؟ هذا الأول ودى الثاني والثالث والرابع والخامس هذول خمس أعداد الآن تمام وبقول مجموعهم لما جمعهم يطلع الجواب إيه شنون تعجب معايا وهم مكانهم كده سين وسين 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 هذول خمسة سين جمع الأعداد سلب واحد وسلب اثنين سلب ثلاثة وسلب ثلاثة سلب ستة وسلب أربعة سلب عشر وبيطالب مني يا ولاد أكبر الأعداد أكبر الأعداد اللي هو سين شايفين هذه هذا أعتبر أكبر العدد اللي هي من الأعداد السلبة اللي هو طلبها فأنا أحل المعدلة دي أود العشرة الجهة الثانية يبقى خمسة سين هتساوي نون زائد عشرة أجسم هنا على الخمسة وأجسم هذول على الخمسة واخر الخمسة مع الخمسة يبقى سين هتساوي نون على خمسة نون على خمسة كما هي زائد عشرة على الخمسة فيها كام فيها الاثنين الجواب واضح أنه هو مين أنه هو آلف نون على خمسة زائد اثنين سؤال سهل على حساب الحجم بيقول استوانة مساحة القاعدة 6 متر مربع وارتفاعها 5 متر اوجد الحجم عارفين طبعا السلندر او الاستوانة لما اجيب الحجم لها قانون بيقول اضرب مساحة القاعدة ضرب ايش الارتفاع مساحة القاعدة 6 والارتفاع 2 اضربهم في بعض يعطينا 12 متر مكعب وده قانون حجم الاستوانة مساحة القاعدة ضرب الارتفاع سؤال سهل وجميل بيقول هنا لدى سعاد مبلغ من المال أعطت لأختها خمس المبلغ وتبرعت بثلاثين بالمية فأصبح لديها مئة ريال فكم ريالا أعطت لأختها طبعا عارفين يا شباب الخمس من الكسور المشهورة الخمس هذا يمثل كام عشرين بالمية لحظة يا ولاد أن هي الآن أعطت لأختها عشرين بالمية وتبرعت بثلاثين يبا هي الآن صرفت كام صرفت خمسين بالمية يبا المئة ريال هدول هما الخمسين بالمية الثانية يبا المبلغ كامل هيكون كام ريال أحسنته ميتين ريال أعطت لأختها الخمس يبا أنا مطلوب مني أجيب الآن عشرين بالمية من الايش الميتين ريال طبعا في طريقتين للحل ممكن أخذ المبلغ واضربه في عشرين على مية صح فاكريني الطريقة دي أوخر صفرين مع صفرين واضرب الاثنين في عشرين يعطينا أربعين كان في طريقة ثانية أنا معلمكم إياها لها استراتيجية العشر بالمية لو المبلغ ميتين ريال العشر بالمية منه فاكرين باشيل منها ايه صفر العشر بالمية عشرين ريال طبو العشرين بالمية أزود كمان نفس الرقم اطلع الجواب أربعين وهذا يؤكد الجواب هو جين نلتقي بعد قليل إن شاء الله مع النموذج الخامس عشر أهم الأسئلة الكمية الجديدة شكرا والسلام عليكم